السلام عليكم ومرحبا بكم في سسرة فوائد نحوية موضوعنا لهذا اليوم المفاعل الخمسة المفاعل خمسة وهي المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه وله ومعه المفعول فيه ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان سنذكر بعض الأمثلة لكل قسم كالآتي المفعول المطلق مثال عليه مثلا جلست جلوسا جلست جلوسا جلست فعل وفاعل وجلوس مفعول مطلق طبعا يأتي المفعول المطلق مؤكدا لعامله نحو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويأتي مبينا لنوع العامل نحو قوله تعالى وتحبون المال حبا جمى ويأتي مبينا لعدد ونحو ضربت زمان ونحو ضربتين فإذن له ثلاثة أقسام المفعول المطلق له ثلاثة أقسام مؤكد لعامله مبينا لنوع العامل ومبينا للعدد قلنا مثال على المؤكد لعامله جلست جلوسا أو الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما فتكليما مفعول المطلق مؤكد للعامل العامل هنا الفعل كلم الفعل كلم مبين لنوع العامل نحو قوله تعالى طبعا بوصف أو بإضافة نكتفي بالآية الكريمة وتحبون المال حبا جم فهنا تحبون العامل وحبا مفعول المطلق وجم صفة أو وصف يعبر عنه والمفعول المطلق هنا مبين لنوع العامل من خلال الوصف الوصف جم طيب مبين العدد نحو نحو ضرب ضربتو زيدا ضربتين أو ثلاث ضربات نكتفي بهذا المقدار حول المفعول المطلق ننتقل إلى المفعول به المفعول به مثال عليه طبعا إما عاقل أو غير عاقل مثلا ضربتو زيدا زيدا مفعول به عاقل أما ركبتو الفرس فالفرس هنا مفعول به غير عاقل أو حفظت القصيدة فكذلك القصيدة مفعول به إلا أنه لغير العاقل طيب ننتقل إلى المفعول فيه ضرف الزمان والمكان مثلا مثال على ضرف الزمان يوم نقول صمت يوم الخميس صمت يوم الخميس صمت يوم الخميس أو صمت يوم الخميس فهنا كلمة يوم مفعول فيه ضرف زمان طيب ضرف المكان مثلا طبعا ضرف المكان هناك مختص وهناك غير مختص إذا قلت صليت في المسجد المسجد ضرف مكان إلا أنه هنا مختص له حدود فيعرب شنو؟ مجرور فيكون مجرورا بحرف الجر أما ظروف المكان غير المختصة فهي تكون منصوبة لابد من التفريق من ضرف المكان المختص وغير المختص فالمختص حكمه الجر أما غير المختص فحكمه النصب كما هو حكم ظرف الزمان المفعول له المفعول له أو لأجله أو من أجله مثلا مثال تصدقت ابتغاء مرضات الله أو قمت إجلالا للأستاذ قمت إجلالا للأستاذ فابتغاء مرضات الله وإجلالا للأستاذ ابتغاء وإجلالا كل منه ما يعرف مفعول له يبين السبب يبين السبب سبب التصدق ابتغاء مرضات الله سبب القيام إجلالا للأستاذ طيب هذا بالنسبة إلى المفعول له أو لأجله كما يسميه بعضهم أو من أجله المفعول معه مثال عليه سرت والنيل الواو هنا بمعنى مع أي سرت مع النيل كان السير بمحاذاة النيل أو سرت والفرات وهكذا سرت والنيل والنيل مفعول معه منصوب إذن جميع المفاعيل حكمه النصب جميع المفاعيل منصوبة إلا أنها تختلف بالدلالة المفعول المطلق إما أن يكون مؤكد لعامله أو مبين لنوع العامل أو مبين للعدد والمفعول به يبين على من وقع هذا الفعل أستمثلا هنا قبل قليل قلنا مثلا ضربت زيدا أو ركبت الفرس فيبين من وقع عليه الفعل المفعول فيه يبين إما زمان وقوع الفعل أو مكان الفعل المفعول له يبين سبب وقوع الفعل والمفعول معه يبين مع من وقع الفعل هذا بالنسبة إلى المفاعل بصورة إجمالية نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته